السلام عليكم قبل الله التحية من جميع العشرين وجميع الأصدقاء وجميع الرجال يقوم هنا في هذه المرطة هذه محمد دبيل قبل الله التحية دي لي الله سبحانه عز وجل كان شكر الله كان شكر الله وكان سعمى شي حاجة ما قدرش اسمت الله وشكرته أحسن هذه المرطة قررتني في الزاب وفكرتني في حياتي كاملة لماذا أنني كنت صغير هذا من الأول أنني كنت صغير كان طبيب عندي في حال ما كنبغيش طغير كنت ما كنحملش الدواء وما كنبغيش طبيب وما كنبغيش في الزاب وكانت فكرني واحد المرطة كنت صغير والوالدة كديني طبيب الله يرحمه برحمة الله والطبيب دي أنت كد عرف الطبيب دي الناس بساكن بوساطة وكذا ما دي الطبيب ديالهم كيكون الطبيب كيسميه الطبيب الحومة وذا ما كد عرف الوالدة مني كديني طبيب الحومة كدتني الطبيب الحومة كنت مرأة معدوم بدتني الطبيب الحومة وذلك الوقت كانت أدعى كانت أدعى الأمراض التي كنت تدور فيها كتنة 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 كبير كتنة لا يوجد أي شيء من الطبيب ودائماً أقول لكم الحاجة التجاربات التي توقع في هذه الطبيبات حتى يصب هذا المرض في الأخرى مرض خطير والمهم والداء كان يديني في حالة وانا باقي في الطارق لم يكن أكل موالوه أو الوالد كان يداره وكان يداره وانا ساكن ستنى ساعة التي كانت صغير وكانت قل له هذا ما نعرف سبحان الله وكانت لا شيء حاجة تضر حياته وكانت تضير حاجة وكانت تصبير حاجة يكتبون الناس يتعاملون الطبيب عامر وكانت تجمعون فلاية وعملون الفلاة وكانت ترى أمس وكانت تعلمون أنه لا يجيب العرس تحسب المهودة ويضرر الأمراض ويضرر الله طبيب هذا يقول بزيان وحد يقول عين وذلك الطبيب اللي حاومنتك هذا عرف ويصل لك التدويزة في أول كانوا يأخذهم شيء بسطية هداية أو شيء حاجة هذا شيء ضعيف ومشي شيء دواء غالي ولا شيء يأخذهم حاجة وكانوا يدوعة بالنية ربي كشافهم بالنية وفي ذلك الأعمال الناس قدامين يلا 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 محمد رسول الله ربي كان معنا وكان مع الوالدين ديرنا ومع الأجدد ديرنا على حسابيش كانت أعطيه بسطية في غيطة كانت تدوي المرطة من عرشين وشنو كيأكله كيعمل نية ديرو إذن ذلك بسطية والله اللي كيددوي سبحانه عز وجل شافي والله سبحانه عز وجل أي حاجة كتجي معن ربي المهم قاتل حياة تمشى بحال هدايك وكدوا هداي فلت من ذلك المرطة في الصغر وكدوا هدايك وكدوا هدايك وكدوا هدايك أتركوا الضغر أوك أنت هدام مشكي له وكدوا هدايك مشيت الصانية أفضل كنت كفعلة به وكدوا هدايك وكدوا هدايك ومعن ربي أتركوا هدايك بإمكانكم وكدوا هدايك ولكنه لماذا حدا وكدوا هدايك وكدوا هدايك اعطيه إسم طيب في هذا الوقت من أنظر اي شئ لانك فلس لانك تنحس هذا هو المشكلة التي يقعها في المشتماعه وليس لديك فلس لا يوجد مالك او تحديث أشياء او تحديث وكانت تحديث او تحديث مالك ونسمعوا في الدرجة لا تحديث هذا هو الشئ هذا هو اللي كان يقولوا اننا في الدرجة لما عنده وكانت على سيد المهم وكانت تحديث الوصف صحيحة كانت معناها تحكمة عشرين سنة لفعالي وعندما نحكمت العاملين حينما نختلف حياتي حيات لفعالي نحن نقطل حياتي حياتي و سيكون صادتهم و عنذ عشرين عمدية للحبس و دار نمهر و ندر صادتهم بمعناء و كان منا يتبعي في الحياة والله هو اللي عالم على كل شيء و شبابه كانت دوادية و الحياة تقلبت علينا و كان بناهما كانت شيئا أقراب و يسعى أن يتبعين و ريامين من يعرف و كانت يتقلبت له الحياة و كانت تقلبت له حماقة و كانت تسدل الفرخ وما نقوله الهرب للفرح قلت له ويسوك على حياته وعدد الدراري معنا يتوفى وكي يتوفى في الشجن أو معروف أنه لا نسميه وكي يتوفى معي في الشجن وكذا الشجن ديالتان وصد في لجنة تمامت معنا مسكين تمامت معنا صاحبه وعشيري وكما نقوله ونحن في المشكلة التي ينافها في الحفز هو معنا المهم دينا في الحفز ومعاناة أخرى ومرتها أخرى وحياة أخرى ورطينا أخرى ولمهم لا يوجد أن يتوفى في الحرية ونحن داخل الشجون ونحن على الأولى أم بلهم كما نبقى فينا؟ نبقى فينا الحياة ونبقى فينا والدينا والناس الذين يريدون وكيف يتوفى أن يتوفى في الحفز حتى نتحكم في 20 سنة أماorbنا принципе مظاهرoute ضربت المريض وكذا ordenta وقد اضمنا السنة أهتمم من يتوفر أن يتم الالمشكلة وقد اقومت عن النباءاء غالبتها وبدأ النباء غالبت sillى منه وقد احنا كان صقوقنا معًا منذ فظاهر يوجدون سبيطار الحومة سبيطار الحومة منذ سبيطار من الواقع سبيطار الحومة سبط في بعضين لجد من قالت تبطير الحومة و الناس يدوى بالنياه ويقدرون لها و الياقينة في الله يكمل الشفاء من عنده أهلا الله يرى العبده على أحسن نياه و هذا هو المشكل الذي أبقى عليه يدخل الشجن و تستعمل هذا المنظر أبنا دم مرت السكر أعطيه أبنا دم عوّر من عينه و تأكل عينه أبنا دم في حشك و أبوسر أعطيه بصدي ضيطان عنده صدر عطيب بسطية بيطة عنده كلاوي عطيب بسطية بيطة ولاحظت بعض الشجنة كانوا يتداولون بالقدرة الإلهية أربي معهم على الشافي والعافي والله والله سبحانه عز وجل وجابت نيوحهم مراقوا تقوموا مرضت داخل وجابت هيداك ونريدوا استعملوا معي هذا الأسلوب التي يستعملوا كانوا تشوف الصور بره سبيطر ديال الحاومة ومنين تشوف سبيطر ديال داخل الشجون وفص الشجون محكم بعشرين سنة لا أستقبلتش جائزة تشوف ومنين ذلك حالة ديال لكنت قبيحة وقلت بني على كوب تلك وضربني الرحل م stilly وكان حاجة ممتدونا ويأس ب بلسطة بك كان ينشرب وكانت ككل مكان الشرم وكانت قبيحة وعطوا نيو بسطيات بويط وكتبوا للمسطية بويط وإشارت بفصتية وأنشربهم العطيات قال لي شربها دوماك وإذا لم يكن أشاهده معكم ونخرجكم بره ولكن إذا كنت ساعمل مرض خطير أو شيء يخرجوك عن الأطباء اختصاصيين بره أما أولا كنت هذا النص الكبير يقضيهم مع الشغول الزعمه ونطبق حياتك حياتك معهم وأنا مرات أريد أن نستعمل ذلك الدواء وكذا وأنا مراتك مني وصلت إلى الفلاصفية ونقلت شيئا ونزل لك الخمس وكتبوا على ورقة وكذا وصلوا إلى الشاب كارتين نسؤول علينا وصلوا إلى المدير وإذا في الأفلانين ما كان يقول أعمل لا أقريب هزوني الدوني عند المدير كيفاش عاوتنو اللي كان كذا وقلوا مخرجوه بره ماش يتفكوا مني وكذا وقلوا نضرب شي سيمانا تقريبا ولا سبعيام ما كان أكون مكان شربه ولي طاب الميت ونحيه المرت وزيته الماكلة ما كان أكوش خرجوني بره خرجوني بره دوزولي عملوا لتصوار تحالي لكذا يجبوني وعطوني الأدوية وضربوا لي لي بره ما خلوا ما عملوا لي ما خلوا ما عملوا لي صورت الراديو وضصت شوفش حالد الأعمال عملوا لي بره داخل الشيش نعاطيني بسطية بوية نشربوه معلوم المرتلي كانت شكا به ما كان لا راديو له حتى يقولوني وعفوه يصبح عبروه فهنا يدعز ما يبنى دمه ما يتقاش الله ما يخفش من الله ويعملوا هاتش هادا في الدنيا ولي واقين ديره وينصب إضاً فلقي ما يبنى دمعا والمهم اخوتي كان لديك داوات داوات و أجمع لها بعض المرات و أجمع لهم سنخرج أخرج من حين أخرى بصراحة الله يتقال كيف فعل بلد فلوس و رزق و أجمع لهم يتم تحديد مقابلة مع الطباب و يتم تحديد مرات خفية يتم تحديد مرات خفية يتم تحديد مرات خفية في سوق البقار أو في كورتوبي كانت تحديد مرات بسوق البقار أشعر المنحة عراقس و أشعر المشاكل فأي عربي أنمي أشعر المنحة من كورتوبي و أمática من المنحة الأشعر المنحة المهم انا اجبكم هذه القصة على المرطة التي اعطيت فيها ونحن نجل ليلة المهم من عس سنة بقيت كنشبار معهم الفراش حين كنبغين نعس برا كان دوزن ذيك البرمليون كنعطي باستية ضيطة انا بقيت هنا كما تسمى وكان اعرف الطيران ونازل لكما تقولوا في الدريجة وكان اعمل اه كان يكون خارجين طبيب عندي تمار انضيفه وكان اخرج عن طبيب برا كانت تعامل معه وكان اعرفني دار الحفز بزنب وحكوم عشرين سنة كي من اسكنكي حاول ما امكنكي نعصني برا كندوزن رابدق شهار عشرين يوم كدا ديد المعالجات ważne زيارات والعائلات وكدا كي شيفينش كيرتاح بنادي مش حاجون وهو اللي كسهله جميع المهم ا buscarت سنين ايديك كان عصبرا وكدا وكان دوادك امادوا وانقوتكم وانقوتو بي المهم دس ليلة عللشت دواق وقوطكم للشافة والله عدد الناس بساكنكي يموتو بدون ما تشوفهم تواحد بصمت ونا هذي المرطة هذي التي حكتني في الدربة هذي جاب الله خروش نسي في القرش الحرية وطلق ربي سراحي وخروش كدوادي وشنو عيو قالي بحال اللي واقع في الحد دبزوت وحال منظر وطحت وغوت نسبيتار تساني درمت تيطوان قالوا لي عندك تغطية صحية ما عندي شي شنو عندك ما عندي يوالو عندي الله سبحانه عز وجل بدون يعملوا معي شي اجراءات وكدوادي نعسوني تماما جري مننا جري مننا ما قالوا لي شي باش مرد وما عملوا شي معي شي حاجة اللي كي عملون الناس مع المرضى أي براسة خصك المرد دعنا به بعدك بشي شو بلاس ويلو أبقيت نعس عندهم تماما حضار ببعية ما خلواهم ما عملوا لي حشة الكاميرا فقط بتنضيالي في كرشي ما كينوالو وعطتني الدواد المعيدة وضمت صهرانه كدوادي لديهم تركوا ما قاموا عليه ونعلموا لي وين وإيجادوا حينما لم أجد قادل التغطية الصحية إذا لدينا فرحبوا لي شي مرحبا اصدقائي كدوادي وعطيهم معها الزيارة وكيف يحصلوا وقاموا بي شيء بل اسكانيرتين قتلوا عنهم وضعانه وأنا من أخرى كان يجب من كنا نعلم سيئ القصى أطلقاء لأي شيء السكانير عندنا قاموا بي شيء السكانير وضروري من العملية وضروري من المسائل والأدوية وندم كدره من الأصدقاء ديالي بقوكس بروني وكدوادي وبعض الرجال منهم كنشكر الله كنشكر ربنا لإخلاق الدنيا والدين صارت لي مرضي الوالدين وصارت لي بعض الرجال منهم بيلال بافيدو والوالدة ديال والزورالة والعمار ديالها وبعض الرجال وبعض النساء وبعض الناس من بروكسيل وبعض الناس من براكة من المخارج وكدواديا وكي عارفوني وكي عارفهم والله سبحانه عزوزه صارت لي هذين مرضيين بالطريق ديالي على حسابيش أنا تشوف الباستية بيطة من نار اللي كنت بقي صغير هم من هذين كتدوا بباستية بيطة كنت كليب بباستية بيطة كموتش حاله دي الله سبحانه صارت لي هذين الرجال وصارت لي هذين النساء وهذين أفعل الخير وهذين نساء من جنود الخافاء كما يسمونهم من رجال الله في الأرض والخير ديما معمره كيتقادة على فنات الدنيا دورنا وجرينا وكدوادي صدقنا عند واحد بروفيسورته هو صدق من جنود الخافاء ومن رجال في الأرض ومن أفعال الخير وكدواديا كدعرف بقوعليا بليفاري كدعرف بأدوية وكدوادي وقلل عملية خطيرة وعندك كوايرة البوية ضد مضعافة وعندك أكشجين ضعافة وعندك كنت في شيء مقطع ومشى حادك شيء واحد ومعمرك كنتي قاعدة ما كنتي تكون معنا جنودة وعندك كنتي تكون معنا جنودة وعندك كنتي خرجت لي أدوية وضربوا لي ليفاري ونعست وقل لي كل ليلة كتسوار بعلف درام أنا أتعامل معك باللحاش وكدوادي على صرف بيجعلوا بطريق دينا وبقى عليها بشيء الأدوية وشيء الأطباء وصاهم وضرب مننا ألف درام في النهار وعملوا لي شيء الليباري خاطيرا كنتي ضربوا لي الليبارة في العرق ونحس بها بطريق دينا والله سبحانه هو الشافي والعافي وحنا باقين عليه دي الطبيب وهذه تقريبا من رمضان من أول رمضان وحنا مع الأطباء ومع ذلك الفروفيسور والأدوية وحنا باقين والبارح الأربعاء ثلاثة في شهر ديال ألفين وارفعة وعشرين في شهر السبعة ديال ألفين وارفعة وعشرين في شهر السبعة البارح كلنا في طنجة وعود عندك الأطباء وعقلوا لي السمان هذي يرجع وانتم كده عرفوا أخوتك وكنت شربت بسطية اللي عودتكم عليها بيطة كشحها هالذي قالوا الله يرحمه خاولا خطأ طبي كفتحوني خطأ طبي والحق الأدوية وجعل لي ربي الرجال بطريق ديالي وربي ساعدني بالخير وولاد الخير والله يكتر خيركم والله يخلف عليكم وكنشكر الله سبحانه عز وجل وكنشكر جنود الخافة وكنشكر فيه للبابدو والوالدة دياله الله يرحمكم الوالدين جميعا وجميع اللي يقاب مع محمد ضبيب ودعم محمد ضبيب ليلة الله محمد رسول الله والنمرض محمد ضبيب ره معروف 06 95 11 67 95 06 95 11 67 95 محمد بالحج مكنني بالضبيب وسمحنا في الزبق وطيم غرب وباقي ما يتعود وليلة الله محمد رسول الله محمد رسول الله